من جانبه رهنا عضو لجنة زراعة نيابية ثائر الجبوري نجاح الموسم الزراعي الشتوي بتوفير خمسة معطيات يتقدمها الاحتياطي المائي الذي يؤمن الرية الأولى وأقال أن الأسبوع المقبل ربما ستعلن الخطة الزراعية للموسم الشتوي في العراق من خلال تحديد المساحة لكل محافظة موضحا أن الأمطار معيار مهم في إمكانية مضاعفة الخطة أو تقليصها خاصة وأن الزراعة الديمية ستكون وفق أرقام عالية بالإضافة إلى الآباري الارتوازية وأقر أن التحديات التي تواجه ملف الزراعة في العراق معقدة وهي تحتاج لخارطة طريقا من أجل تجاوزها خاصة كونها تشكل مصدر رزقا لنسبة كبيرة من المجتمع